وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 507 قضايا تموينية بمضبطات بلغت 131 طن وتم ضبط 22 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع فتم ضبط 109 أطنان كما تم ضبط 712 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 73 قضية خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات